اهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الان فيديو جديد وخبر جديد وخبرنا بيقول محمد رمضان يمارس تمرين الضغط بدون استعمال يديه يحرس الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حسابه على موقع تواصل اجتماعي من اين لاخر نشر الرمضان مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام ظهر خلالها في كواليس تصوير احد اعماله الفنية اثناء تحدي لاحد الاشخاص في القيام بتمرين الضغط لكن فجأة رمضان الجميع باجراء التمرين بدون استخدام يديه الامر الذي اصار تساؤلات الجمهور في التعليقات حول حقيقة هذا الفيديو ام هو مجرد فوتوشوب يذكر ان محمد رمضان واجه عدة ازمات مؤخرة بدأت بازمة الطيار اشرف ابو اليسر الموقوف بسبب صورة رمضان معه في الطائرة والذي اقام دعوة قضائية طالب فيها رمضان بتعويض مبلغ 25 مليون جنيه مرورا بانغاء دعوته لاحياء حفل مباراة السوبر المصري بين الاهل والزمالك في استاد محمد بن زايد بالامارات ثم قرر الفنان هاني شاكر باعادة النظر في منحه تصاريح غناء مرة اخرى وانتهاء بتصريحاته ضد الفنان عمر الدياب خلال حواره على التلفزيون المصري ومن المعروف عن الفنان محمد رمضان عشقه للرياضة وكان قد نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام فيديو يظهر فيه مع نجله الصغير مستلق على ظهره بينما يمارس رمضان رياضة ضد ضغط وعلق رمضان على الفيديو بالأسرة هي مفتاح السعادة ثقف الله نجاح وقد نشر محمد رمضان صورة من داخل سيارته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وانهالت عليه التعليقات على الفيديو من قبل المتابعين وانقسمت الاراء بين مؤيدين ومعارضين حيث شجعوا البعض على وصفه بنبر وان بينما انتقده البعض الاخر وراء انه نوع من الاستعراض الذي لا يتوقف عنه رمضان منذ بداياته وحتى الان وفي نهاية الفيديو لو عجبتك اخبارنا اشترك في القناة من العلمة الحمرى اسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك اهم مؤخي الاخبار المصرية والعالمية